لما نيجي نقول فيه مجموعة من رواد العمل المدني والمجتمعي مهتمين جداً أنهم يأسسوا مبادرة أنت الأهم ومهتمين جداً أن رسائلها توصل لأكبر عدد ممكن من السيدات قولنا الحكاية في إزاي حضرتك مبادرة أنت الأهم هي مبادرة مصرية بدأت من خلال مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بدأت ونشأت من خلال سقية الصاوي ومن خلال النوادي والمولاد لما كنا بننزل للتصقيف ورفع الوعي بدأنا نقابل الفتيات والسيدات بصفة عامة حسينا أنهم بيبقى لهم دايماً احتياجات خاصة مختلفة ودايماً محتاجين حد يمثلهم شبههم وحيسس بمشاكلهم أكتر زيهم ومن هنا جاءت فكرة أنت الأهم أنت دايماً أنت الأهم عندنا وفعلاً كانت سفرت الحاملة بدأت معنا الفنانة ياسمين صبري لإيمانها الكبير بالحملة وبعدها تليها العديد من الفنانات المصريات والمؤسرات في الرأي العام والصحفيات والإعلاميات وبما دوت بقى القوى النعمة اللي بتساعدنا بوصول الرسالة بتاعتنا وزي النهاردة ما حضرتكم بتساعدونا أن صوتنا يوصل لعدد سيدات أكتر وفتيات أكتر جاءت مبادرة أنت الأهم لتلبي احتياجات أكتر رفع الوعي التمكين الصحي التمكين الرياضي أكتر لعدد من الفتيات ومن السيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات زي ما عملنا مبادرة بلتو أبيض لمواجهة الختان ودي كانت أول مبادرة مصرية بوجود عدد كبير من طلبة وعادة من طلبة كلية الطب من الاتحاد الفيترالي طلبة كلية الطب الـ IFMSE وعدد من الأطباء لمواجهة الختان وفازت بجائزة أحسن مبادرة من اللجنة الوطنية للختان وتم تسليم الجائزة من خلال مجلس القومي للمرأة التوعية عن أيضا الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة التغذية السليمة أثناء الحمل والكورونا في الوسائل المواصلات الأنميا وكان دايما عندنا أسلوب جديد اللي هو التوعية بالترفيه من خلال مثلا زي الكوميكس سوبر حامل إن ست في خلال الحمل إزاية تتغذى إيه اللي تاخده إيه العداد الصحيحة والعداد الخاطئة مش كتر أكل عشان ما تزيدش وزن على الفادي لا هو فيه أكل مخصص صحيح هو ده اللي المفروض تخديه برضو أعملنا قصة تانية وكتبسيطة اسمها ليلة تتحدى الأنميا إن معظم الفتيات والسيدات في مصر بتعاني من الأنميا بسبب اختيار برضو أغذية خاطئة فده بيأثر عليها كأمة بعد كده وأيضا بيأثر على الجنين والطفل اللي بيحصل بعد كده شاركنا في مبادرات كبيرة زي الألف يوم الزهبية ودي مبادرة رئاسية اللي برضو ليلة تباعد ما بين كل طفل وطفل المدة سنتين والعديد بقى من المبادرات الأخرى طبعا شكرا شكرا